موسيقى 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 السلام عليكم اليوم عندنا حرب السيتب حلقة 24 بس قبل ما نبدأ أنا أمس قاعدة تصفح صور حق حرب السيتب وماشاء الله يعني في ناس لسه إلى الآن يرسلوا لي صور مفابرة كأنه السيتب حقهم ويبان يعني من التوثيق يبان بس ما أعلن منهم في ناس مدري يبغوا فقرة يعني شوفوا هذا رسل السيتب حقه صور اللابتوب وكه وفاجأة مصور الفينيلا على اللاقم على الكرسي ماذا ذا المنظر يا شيخ وبعدين في واحد رسل لي برضو سيتب وحلو لابتوب وكذا وفاجأة بوف مصور لي أبوف الخلفية مع المناديل ايش صورة احترافية مثلا او لا فما علينا خلونا نبدأ بمشاركات هذه الحلقة عندنا أول مشاركة من نايف وهذا السيتب ماشاء الله الغرفة في غايتر جمال يعني هذه أول حاجة رح تلاحظها الأرضية الخشب الديكور الأسود والرمادي أنا يعجبني الغرف اللي فيها أكثر من لون على الجدارين المختلفة في نفس الغرفة شي جميل يا أخي بعدين السيتب ماشاء الله هذا هو وفيه يعني كم حاجة حلوة لطيفة في السيتب عندكم نبتتين اللي جنب الشاشة على اللمبة اللي في الخلفية هذه يعني شي شي خرافي يعني أنا لمسات كذا بتعطي السيتب يعني شي جميل الكورسي ماشاء الله مريح واضح على واحل الطاقم كورسير ماوس وكيبورد وماوس باد سلك الماوس مشبوك في الكيبورد زي ما انتشايفين بكابل مارجمينت على شاشة بينكيو اكسل 2730 التوكي 1440 وعنده تلفازيون على الجنب ما صور لهو لكن احنا ملاحظين من الصورة وممكن يكون كمنصة كونسل عنده او تفرج على نتفلكس او فلامزيك طبعا الكيس انزي ديكس تي اس 340 اليت ماشاء الله كيس رهيب ومواصفات البيزي عندكم مالج i7 7700K على كرت 1080 من اسوس رامات 16 جيجابايت من هيبوريكس يعطيك العافة مشاركة وغرفتك في غاية الروعة صراحة انا خاق عليها اكثر من سيتاب نروح مشاركة البعدها من سيف وهذا السيتاب حق سيف ما شاء الله اكثر شي يعني جميل والكيبل مانيجمينت راح تشوف على طول انه ما خالي من الاسلاك كل شي مرتب تحت الطاولة عندكم طاولة ايكي هذا المشهورة اللي يجي كمان برف علوي يحط فوق الشاشة بتعطي ادراج اكثر طاولة زي هادة راح تساعدك كثير تحط اشغالك فيها ومس اوراق وزي كده ادراج كثير اشرت التابلستيشن مرة حلوة والستاند حق الهيد سيت عنده على اليمين ما شاء الله انا شايف مكان يعني خرافي لانه الستاندات يعني ما كان شوية قروش انها تكون تحت الطاولة لكن هذا خلاها كمنظر زينة طبعا هذا الكيس اللي قدامكم الس340 Elite مرة ثانية ما شاء الله هذا الكيس انشخر بشكل كثير موصفة البي سي اي فايف 7500 جوة الكيس يعني منظر حلو لانه في فراغ كبير والفراغ هذا ترى للكيس مصمم انه يمديك تحط في اي شي ممكن تحط مبرد ماء كاستوم طيك العافي على المشاركة نروح المشاركة اللي بعدها من بشار ما شاء الله انا عاجبني في الستاب هذا يستغل كل الركنية حقت الستاب شايفين كيف الرفوف اللي فول الطاولتين اللي دامجها قدر الامكان بالميلي الساعة اللي علي صار كله بيعطي شكل حلو للستاب والاضاءات غير كذا في نفس الرف الكيس برضو يساعد في ذلك النقطة الريدي في ثلاثة مراوح ثلاثة رجي بي ملونة اللي هو كيس كورسير كريستال خمسة وسبعين اكس عندكم الشاشة هذي من الجي سبع عشرين بوصة فور كي اي بي اس ما شاء الله يعني واضح انه يبغى الجمال اكثر ما يبقى مية واربع واربعين عندكم السماعتين السبيكرز اللي حاطة فوق الطاولة مكانها ما شاء الله نظيف تحت طبعا مضخم الصوت اللي هو البيت البيز من تحت الطاولة فكرة حلوة وطبعا عنده بلاي سيشن فرع اللي هي على الطاولة الصغيرة شايفين كيف منتبطل برضو مواصفات بي سي اي سابن 8700K على كرت 1080Ti نسخة فور ذوين ورامات 16 جيجا بايت ما شاء الله مواصفات جامدة كبي سي حتى كلافع مشارك نروح للبعد من محمد وهذا السيتاب حقه زي ما انتم شايفين مشاركات هذي شايف فيها ديكورات للغرفة وورق جدران مره حلوه زي هذا السيتاب طبعا الخطوط هذي اللي جاي باللون الابيض والاحمر وشوية من الاسود تحسها متناسقة مع الخشب الطاولة والرفوف اللي معلقها كل شي متزن ما شاء الله اللوحة اللي في النص مع السيتاب جايه مع الشاشة تحس كل شي قطعة واحدة عندكم المواصف كيبورد من ازوس الكاس من كورسر ومواصفات البي سي اي فايف 7500 على كرت 1050Ti ورامات 8 جايجا طبعا الإضاءة حق السيتاب غالبا يتجه للأحمر هو جاي متناسق مع اللون الخلفي للجدار الأحمر والابيض هذا ما عرف اللوحة اللي في النص هذه اظنها الانيمي لانه في صورة الواحد من مقنع كذا مدري نروح للسيتاب الأخير من سعيد وهذا السيتاب حق سعيد وشايفين كيف ما شاء الله يعني فقرز دير ما يدور في السيتاب كل عادة ما شاء الله مشاركت فيها ورق جدران كثير او يمكن بوي اما انا متأكد عموما انه السيتاب ما شاء الله محشي اشياء عالجدر شايفين كيف الرفوف دولاب اللي مليان فيجرز ما عرف شاريها من كوميك كون انت او ليش يدين بلاستيشن معلقة تحت الطاولة على احلى كابل مانجمنت للأسلاك والكهرباء والبي سي غير ما شاء الله الكيس شوفوا كيف خرافي شكله مع الاضاءة والمراوح حق انز ديكستي الار جي بي موسو كيبورد من كورسير على احلى شاشتين قدامه مو كاتب الاسمان بس عموما الكورسي ما شاء الله برضو رياضي وجاي يعني بشكل بالنسبة للمواصفات البي سي عندكم اي سيفن 7700 على كرت الف ثمانين تي اي من امس اي ورامات 16 جيجا بايس من جي سكن طبعا البي سي من جوه ما شاء الله جاي زي الحفلة كذا كل شي ينور طبعا اكيد عنده كونسول ما شاء الله الحلقة ذي مليانة ناس عندهم بي سي و كونس يعني في نفس الستب في نفس المنصة يمدي يلعب هنا وهنا ففكرة حلوة انا اريدي برضو مسويه بس على بلاستيشن 3 لا ادري اني مقتنى عن اشتري 4 ليس لاني ما احب الجهاز بس لانه يا خلاص انا ليش عندي 3 لانه الالعاب اللي عليه حلوة اعرفها من زمان فزي بلاك ابس 1 امديني ارجاع تقدق في زيكا بس بلاستيشن 4 خلاص يعني الالعاب اللي عليه انا خلصتها وعارفها في البي سي وشايفها على اعلى جرافيكس فما يحتاج اني اكرر الموضوع ليش اضيع فلوس على الفاضي غير كذا النقطة الثانية انه انا اصلا ما العب كونسول يعني نادر وين وين اخش كونسول فلو بخش بس بخش عشان اصوي مقطع او العب عشان هدف معين او اطقطق مع واحد اعرفه وبس واخرج فليش اشتري بالستيشن 4 و اقول لك ابدأ صداقة جديدة مع ناس جدود ما مارحة لعب فهمتوك فما عليكم هذه اخر مشاركة اعطيك العافية الطيب تصويت لكم على طار الفيقرز اللي في هذه الحلقة راح يكون ان شاء الله موجود في كوميك كون اللي في جدة اللي في اليوم اذا شفت الخميس والجمعة اللي هو بكرة 23 مارس فبس اذا حاب يعني تقابلني وكذا حياكم بس اعطيكم العافية وشكرا لكم بسلامة